السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكذوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علامات الساعة الصغرى ومن بين تلك العلامات انتفاخ الأهلة نعرف بعد من صلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم من علامات الساعة الصغرى التي أخبر عنها الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم هو انتفاخ الأهلة الأهلة جمع هلال وهو القمر في أول طلوعه عند بداية الشهر الهجري فإنه يبدأ صغيرا على شكل هلال في أول ليلة في الشهر الهجري ثم يبدأ بعد ذلك يكبر تدريجيا إلى أن يصل إلى كمانه فيصبح بدرا في منتصف الشهر ثم يتناقص مرة أخرى إلى آخر الشهر لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر أن من علامات الساعة الصغرى أن يكون الهلال اللي هو طالع لسه في أول ليلة بدل ما يكون صغير جدا يلبل يكون منتفخا عند أول ظهوره لدرجة أنه لما نشوفه نظن أن الليلة دي ليلة ثلاثة أو أربعة في الشهر أو اثنين لا نظن أن دي أول ليلة في الشهر بسبب انتفاخ ذلك الهلال ففي الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتراب الساعة أي من علامات قرب يوم القيامة انتفاخ الأهلة وفي رواية عند الطبراني في الأوسط بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتراب الساعة أن يرى الهلال قبلا فيقال لليلتين يعني يقال لا دي مش أول ليلة لا دي تاني ليلة رحمة الله وبركاته